أحد أهم العمالقة التسع وأسرعهم والذي يعتبر رمزة ضحية بقصة هجوم العمالقة وكأن القدر قد كتب على كل حمل لهذا العملاق بأن يضحي بنفسه من أجل آخرين اليوم سنتحدث عن العملاق الفك وعورثته جميعا الذين ظهروا بالطبع إن لم تشاهد المقطع السابق فقد تحدث فيه عن العملاق المهاجم سيظهر الآن فوق الشاشة وفي نهاية المقطع لذلك لا تنسوا مشاهدته وقبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك والنشر مع الاشتراك لننطلق قبل أكثر من مئة سنة اندلعت حرب عمالقة العظمى بتواجد العائلة الملكية التي كان بحوزتها العملاق المؤسس مع باقي العائلات الأخرى والتي كان بحوزتها ما تبقى من العمالقة وبعد نهاية هذه الحرب انطلق الملك رقم 145 كالفريدز إلى جزيرة البرادايس ومعه المؤسس تاركا ما تبقى من العمالقة في حوزة مارلي والتي سيطرت عليها كليا بما فيهما العملاق الفك هذا العملاق الذي يعتبر الأسرع بين كل العمالقة التسع والذي يمتاز بأسنانه الحد البارز وفكه القوي القادر لا تحطيم أي شيء مع مخالبه أيضا والتي تساعده على ذلك إضافة إلى تصلب الموجود على وجهه والذي يعتبر مضد للرصاص استمرت مارلي في توريث هذا العملاق لوارثته كل 13 سنة إلى أن ظهر أول حامل الفك نتعرف عليه بقصتنا وهو مارسي القليارد ففي عام 843 تم اختياره كوريث لهذا العملاق بعد أن اثبت الفتى جدرته لقادة مارلي وما يمكن أن يقدمه مارسي كان له شقيق لم يريد أن يكون مصيره مشابهة له بحيث تنتهي حياته بعد 13 سنة لذلك كان يتمنى له بأن يتمتع بعمر طويل وهو ما جعله يقوم بترشيح صديقه رينر على حساب شقيقه حتى يمنعه من ذلك وهذا ما حدث بالفعل ظهر العملاق الفك لأول مرة عندما قامت مارلي بشأن هجوم على دولة معادية لهم باستخدام جميع العمالقة السبعة التي بحوزتها وكان دور الفك في المعركة هو تدمير مدافعهم ومنعهم من إعاقة باقي العمالقة من التقدم وبعد نهاية هذه المعركة بنجاح المهم على أكمل وجه اكتسب مارسي الثقة المارلي في اختيارهم له لتمر سنتين فقط ويتم اختياره مع باقي المحاربين والذين كان عددهم أربعة ليقوموا بالتسلل إلى جزيرة البارديس في مهمة لاستعادة المؤسس وقد كان مارسي الحين هو من يقود هذه المهمة باعتبار أنه الأجدر والأحق بذلك أثناء استراحهم ليلا هناك على الجزيرة يتفقوا على الهجوم فور أن يحل الصباح رغم خوفه من استخدام المؤسس لقوته رينر حاول تذكيرهم بأنه محاربون تم اختيارهم لإنزال العقاب بالشياطين هناك ليرد عليه مارسي بشيء آخر مختلف حيث طلب منهم مسامحته لأنه لم يكن من المفترض أن يتم اختياره كمحارب واخبره بأنه قد كان السبب في ذلك حيث عظم شأنه وحطمي قيمة شقيقه للقادة ليشعر رينر بالصدمة مما سمع ولم يتمكن الحركة إلى أن ظهر عملاق غبي خلفه من تحت الطراب محاولا التهامه نعود للوراء قليلا متحدد في عام 775 في مارلي قبل 68 سنة من الأحداث الحالية حيث ولدت في مارلي فتاة يتيمة عاشت كمتسولة إلى أن جاء رجل غريب لأخذها لتعيش مع حياة جديدة وعمرها كان لا يتجوز حينها الخمس سنوات هذا الرجل الذي كان فرد من أفراد طائفة دينية قام بإعطائها اسم جديد وهو يومير وجعل كل من معه يعاملها وكأن صاحب الدماء ملكية ستجعلهم خالدين وفاروا لها طعام ساخن وسرير للنوم وأي شيء آخر قد تحتاجه لسنوات إلى أن جاء اليوم الذي كشف فيه أمرهم لحكومة مارلي الذين اقتحموا مخبأهم تحت تهديد السلاح ما جعل الرجل القسيس الذي أحضرها يتبرأ منها ويخبر الشرطة بأنها هي المسؤولة عن كل شيء وبأنها هي من أخبرتهم بأنها تحمل دماء ملكية ليصدقوها يومير في تلك اللحظة علمت بأن كل اللحظات التي عاشتها مع دي الطائفة كانت مجرد كذب ورغم تهديد السلاح الذي وجه إليها مباشرة استمرت في لاعب هذا الدور وحاولت حماية من اعتنى بها إلى أن تم أخذهم مباشرة إلى جزيرة الباردايس ليتم تحويل مناكلة عمالقة رغم أن يومير ترجعتهم بالتوقف إلى أنهم عاقبوها بتحويلها أيضا لتصبح عملاق بلا عقل يتجول على أرض جزيرة الباردايس ليلة صباح إلى أن نامت لمدة 60 سنة حتى غطى جسدها التراب لتستيقظ في صباح يوم من الأيام على أصوات بشر كانوا قد حطوا الرحالة بجانبها لتقوم بمحاولة اتهام أحدهم وقد كان هو راينار يتدخل مارسيل ويقوم بإنقاذه مضحيا بنفسه حيث قامت بأكله وحصلت على نخاعي الشوكي لتستعيد إنسانيتها وتصبح هي الوريث للعملاق الفك بعده اخترت بأن تبدأ حياة جديدة لنفسها لذلك توجهت داخل الأصوار وبدأت بالعيش كليستا في المناطق الداخلية إلى ناتاليوم الذي سمعت فيه بحوار ضرر بين قسيسين لتحدثان فيه عن قصة فتاة تم عطاء اسم جديد وهو كريستا والتي تم إرسالها لتصبح طالب عسكرية يومير علمت بأن هذه الفتاة ستعيش نفس المعاناة التي عشتها إذلك قررت بأن تنضم للفرقة 104 في نفس العام لتكون بجانبها دائما بدون أن تعلم الفتاة المدعوة بكريستا أي شيء في مرحلة ما أثناء تدريبهم وجهت يومير مع كريستا صعوبات في نقل زميلهم داز والذي أصيب في إحدى قدميه في ظروف شتاقتها يومير لم تهتم بشأنه كعادتها إلا أن رغبة كريستا في إنقاذه جعلتها تقوم بإرسالها إلى الملجأ بمفرطها بينما تحولت هي لعملاق وقامت بإحضاره إلى بر الأمان تسألت كريستا عن كيف استطعت يومير الوصول إلى الملجأ قبلها سؤال لم تريد إجابة عنه إلا أنها أخبرتها بأنه سر ستقوم بكشفه للجميع عما قريب خلال غاز صور روز في عام 850 كانت يومير ببين المجندين في فلاق الاستطلاع الذين تم حصروا من طرف العمالقة في قلعة أوتغارد حيث لم يكن لديهم أي أمل في النجاة لتختار يومير كشف سرها للجميع وتتحول للعملاق الفاك لأول مرة أمامهم تقاتل العمالقة الذين حصلوا البرج يعلم رينر وبيرتولدو بأن هي من التهمت صديقهم مارسير قبل خمس سنوات ليقرروا القبض عليها مع إيرين والتوجه لمارلي بعد أن نجحت في إنقاذهم قبل أن يمهار البرج بعد أن تمكن رينر من اختطاف إيرين بعد معركة شرسة بينهما استطاع بيرتولدو أخذ يومير معه أيضا وجلسوا يتحدثون مع بعضهم عند استراح في إحدى الغابات توافق يومير على التعاون معهم بشرط أن يحضروا كريستا معهم والتي تمكنت لاحقا من أخذها عبر وضعها في فمها واستمرت في الهرب معهما عبر أشجار الغابة بطريقهم تتحدث يومير معها وتبحلى عن كل ما تخفيه عنها إلا أن ظهر إيروين أمامهم وقد استدرج جميع العمالقة لإيقافهم بعد ذلك يستخدم أن قوة المؤسس والتي جعلت يومير عند رؤيتها تغير نظرتها وتترك كريستا أو هستوريا داخل الأسوار باعتبار أنه المكان الآمن لها بينما تذهب مع رينر روبرتولدو نحو مارلي هناك بعد شهرين قامت بالتضحية بنفسها وإعادة ما سرقته لشقيقة مارسيال بوركو غاليارد الذي أصبح هو الوريث الحالي للإملاق الفك بعد أربع سنوات وفي ذروة حرب مارلي ضد حيسنسلافا في الشرق الأوسط كان غاليارد متوجدا هناك لمساعدة دولته مع باقي المارليين في الخناديق المحيطة بالحصن الحرب التي استمرت لسنوات وصلت لنهايتها فورا قامت غابي بتفجير إحدى المدافع المضادة للعملقة والتي جعلت كولت يقترح على القائد ماغاث بأن يستعين بالعملاقين الفك والعربة وإرساله من ساحة المعركة تدمير المخابئة المحيطة بالحصن وقد نجح بسرعته في ذلك يأتي الضور لاحقا عن المدرع والوحش لوضع نهاية لهذه الحرب دور المدرع كان هو تدمير باقي المدافع الموجودة على الحصن حتى يسمح للعملاق الوحش بإنهاء الأمر إلا أنه كان على وشك أن ينتهي لو لا تدخل غاليارت في الوقت المناسب لإنقاذه انتهت الحرب وجلس غاليارت في غرفة راينر إلى أن استيقظ يتحدث مع وانذكرية شقيقه مارسيل والتي شاهدها عبر يومير وعن الفترة التي قضاها داخل الأسوار يعود بعد ذلك معا إلى مسقط رأسهما في ليبيريو بمارلي للقاء عائلاتهم والاستراحة قليلا وأخذ نفس الاستعداد لما هو قدم اجتمعوا معا فيما بعد يتحدث لهم زيك عن الخطة القادمة لاستعادة المؤسس عبر تذكير العالم بالخطورة التي تشكلها الجزيرة والتي ستحتاج لراوي وهم عائلة طيبر بعد أكثر من شهر يبدأ زعيم طيبر و لاستعدادته لصعود المنصة مما جميع دول العالم إلى أنه يتفاجأ مع الجميع في النهاية بهجوم باغث من عملاق المهاجم والذي دمر المنصة بمن فيها وبث الرعب في قلوب جميع الزعماء لكن قبل ذلك قامت تابعة زيك إلين بأخذ المحاربين إلى غرفة مغلقة لتقوم برميهم في بير للتخلص منهم ليتم تنتهي هذه المعركة لكن ذكاء بايك تفوق على الجميع حيث أنها شكت في أمر إلين من البداية وأخبرت مساعدها الذين التقت بهم في الطريق بالمكان الذي يتوجهون إليه لتم إنقاذهم لاحقا وفورا خرجوا بعد بداية هجوم إيرين يشاهدون فيلق الاستطلاعهم يستخدمون عند المناورة وقد قدموا إلى ليبيريو لتحول غالظ إلى عملاقه مع بايك استعدادا لهذه المعركة أول شيء قام بفعله ومحاولة التهام عملاق إيرين بدون أن يشعر به إلا أنه لم يكن يعلم بتوجد ليفي خلفه والذي كان يراقبه يمنعه من ذلك عبر قطع عضلات فكه يقفز إلى أحد المنازل المجاورة ويشاهد فيلق الاستطلاع وهم يتقدمون نحوه بدون خوف مما جعله يستغرب من الأمر لأنه لم يسبق له أن شاهد هذا تنطلق المعركة المميتة في ليبيريو ويتمكن الفك بمساعدة العربة وبدعم الوحش من قتل عدد كبير من الإلديان إلى أن ازداد غضبه عندما شاهد تحول عملاق الهائل في الميناء مما جعله يتأكد بأن بيرتول قد قتل بالفعل وأحدهم قد قام بأخذ عملاقه منه ليتقدم مسرعا نحو إيرين وهو غاضب للثأر منه إلا أنه تفاجأ مع الجميع بسقوط الوحش على يدي ليفاي بعد ذلك يشتبك مع المهاجم في معركة وجها لواجه مستخدمة فكه ومخالبه والتي تمكن من خلالها من إحداث ضرب الكريستالا مما جعل إيرين يدريك بأنه العملاق الوحيد القادر على كسرها يعود للوقوف على سطح إحدى مباني لبيريو ليلاحظ قدوم من تدخص بفلق الاستطلاع ليعلم فورا بأنهم يخاططون للهرب إذلك حاول منعهم إلا أن ميكاسا كان لهراء آخر حيث قامت بقطع قدميه وجعلته عاجزا عن الحركة يقوم المهاجم بإبراحه ضربا ويستخدم فكه للإجهاز على المطرقة وما حدث بالفعل يفقد الفك واعيه ويحاول إيرين التهمه أيضا إلى أن تدخل راينر والذي عاد من غيبوبته يتمكن من إنقاذه في آخر اللحظة يعود فيلاق الاستطلاع من ليبيريو إلى البرادايز عائدين بعد نجاح مهمتهم في استعادة إيرين بعد أشهر يتسللكم من غاليارد مع بايك لجزيرة البرادايز قبل إياتي الدعم من مارلي حيث تكشيف بايك عن نفسها لإيرين وتحاول خداعهم مدعيتا بأنها قد أصبحت إلى جانبه ولتؤكد له ما تقوله فقد أخبرته بأنها تعلم بمكان الأعداء وستقوده إليهم عندما يصلان إلى سطح المبنى هناك يتحول غاليارد ويحاول التهام إيرين من الأسفل إلا أنه يفشل في ذلك لتحول المهاجم لتظهر مناطيد مارلي وينضم العملاق المدرع إلى الفك ولدان يتعاونان معا على المهاجم القضاء عليه إلا أنه ما يفشلني في النهاية بسبب استخدام إيرين لقوة مترقة الحرب والتي كانت عبارة عن مجموعة من المصامير تخرج من تحت الأرض بعد أن يتحرر الفك منها وبالشغال إيرين بالمدرع يحاول التسلل خلفه والانقضاد عليه إلا أنه ينتبه إليه ويوجه لك ما ترسله بعيدا حيث يصطدم من خلالها بمجموعة من المباني إلى أن ظهر الوحش فوق صور شيغانشنا يستغرق غاليارد بعد الوقت لاستعادة حواسه ليقوم بمحاولة أخرى لإيقاف إيرين من التقدم نحو زيك بعد أن سقط الأخير من أعلى الجدار إلا أنه لم يتمكن من إيقافه بعد أن وجه إليه ضربة قوية نحو رقبته ليسقط مرة أخرى على الأرض من الجهة الأخرى يحاول زيك أن يصرخ يتحوي لك من شرب نخاع الشوك إلى عمالقة إلا أن كولت يتدخل بصحبة شقيقه فالكو ويطلب منه بأي يتماهل إلى أن يبتعد عنه حتى لا يتحول شقيقه يعبر له زيك عن أسفه ويصرخ يبدأ كل من شرب السائل بالتحول بما فيهم فالكو والذي لم يستطع شقيقه تركه يتحول إلى عملاق غبي وبأمر من زيك حاولتها مارينر تدخل غاليارد حيث خرج من عملاقه ومصاب ليضحي بنفسه بعد أن شهد ديكريات شقيقه إذا ملامس ترينار له يلتهمه فالكو ويعود لهيئته الطبيعية ويصبح هو الوريث التالي لهذا العملاق بعد أن انطلق الهدير والذي دمرت بسبب أصوار البرادايز أمسك كل من أرمين وجان مع ميكاسا وكوني بفالكو بتسأل ميكاسا عما سيفعلونه بالطفل بعد أن أصبح مهم باتبار أنه حامل لقوة أحد العمالقة التسع ليقرر جان بأن يقوم بإطعامه لأحد الأشخاص مما تحولوا لعمال قحة يمقدوه كوني وبمضفقة جان في اقتراحه قرر بأن يطعمه لأمه في قرية راغكو أرمين حاول تحذيره بفعل ذلك أن هذا سيتسبب في إيش علفة للحرم الجديد مع رينر إلا أن كوني استغل تدخل أحد العمالقة الأغبية عليهم ليقوم بأخذه والهرب عندما يستيقظ فالكو لاحقا يجد نفسه مع كوني على حصان وتوجهه نحو مكان مجهول وعندما يصلان إلى القرية يكشف له كوني عن أمه العملاقة ويحاول استدراجه لكي تلتهمه عن طريق أنه اقترح عليه بأن يقوم معا بتنظيف أسنانها يصل إليه كل من أرمين مع جابي في وقت مناسب ويتمكنني من معه ليستعيد رشده ويعتدر من فالكو عما بضر منه اجتمع أفراد تحالف جميعهم لإنطلاق حوائر لإيقافه عبر استخدام طائرة الأزمة بطوء المتوجدة بجانب الميناء والتي يكتشفون لاحقا بأن اليجيريين يقومون بحراستها يتنطلق معركة أخرى دموية بينهم حيث تحول المدرع والأنثى لقتالهم إلى أنهم لم يصبضوا طويلا يقرر فالكو مساعدتهم عبر استخدام عملاقه لأول مرة نصحته بايك بعدم فعل ذلك حاليا إلى أنه قرر المساعدة ليتحول وكما هو متوقع لم يستطع السيطرة على عملاقه ولا تمييز بين الحلفاء والإعداء إلا أنه نجح في إشغال اليجيريين قليلا عن الأزمة بطوى التحالف الذين تمكنوا من استخدام السفينة وأخطائر معهم بعدما قام ماغاث بإخراجه من عملاقه بمساعدة العربة عند استيقاظ فالكو لاحقا يتذكر ذكريت عن وريد السابق للعملاق الوحش والذي كان يستطيع تحليق فوق الغيوب وباعتقاده حينها فعملاقه كان قادر على فعل نفس الشيء أنا شكت بما يقوله إلا أنه حاول لينجح في النهاية بالفعل في إظهار زوج من الأجنحة وليطير مع الثناء نحو المؤسس للمساعدة في آخر معركة بالقصة هذه كانت قصة لعملاق الفك أحد العمالقة تسع من أنمي هجوم عمالقة إذا أعجبك المقطع لا تنسى اللايك والنشر مع الاشتراك كان معكم محمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر